منطقة دومباس بالجنوب الشرقي لأوكرانيا تعود إلى عدم الاستقرار مرة أخرى بالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2015 بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا إضافة إلى الدول الرعية للاتفاق تسجيل أربعة خروقات لوقف إطلاق النار من طرف الانفصاليين في منطقة دومباس تجاه الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ومقتل جند أوكراني قبل ذلك بساعات وجرح أربعة جنود من أوكرانيا كل ذلك جعل الجيش الأوكراني يعزز من تدريباته ويقضته ميدانيا من الواضح أن الجنود في معركة حقيقية سيعملون بنفس الكفاءة وسيكونون قادرين على تغطية المناطق المعارضة الخطر من عدو حقيقي أغلب من تطوعوا لخدمة الجيش الأوكراني في دومباس باتوا مستعدين للعودة للمعسكر بسبب حشد القوات الروسية لجنودها على الحدود الأوكرانية وواقع الحال لا يزال شاهدا على ما خلفته الحرب في دومباس عملت لسبع سنوات في الجيش الأوكراني وكنت خلال الحرب الماضية في الخط الأمامي وحاليا صحتي لا تسمح لي بأن أكون جندي ميداني لكنني أقوم بكل شيء أستطيع فعله لدعم الجيش الأوكراني خرق وقف إطلاق النار يدق ناقوس الخطر بشأن عودة منطقة دومباس إلى حرب عام 2014 والتي راح ضحيتها أكثر من 13 ألف شخص فيما لا تزال مناطق أخرى مهجورة من السكان بسببها شاشة وقف إطلاق النار الذي يتعرض للخرق بين الفينة والأخرى كانت في السابق محطة بنزين لكنها اليوم لم تعد إلا منطقة تشهد على الخراب والحروب التي تمر بها هذه المنطقة في دومباس محمد الفنيش قناة الغد من الحدود الأوكرانية الروسية